اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الرياضية الذهبية والانجازات الشبابية التي حققتها مملكة البحرين على مدى تاريخها العريق وايضا اذا رادنا الحديث اكثر عن بنك الذهب فهو يعطي الفرصة لجميع الرياضين البحرينين من لعبين ومدربين ومسؤولين واداريين ومختصين وغيرهم لتسجيل انجازاتهم في السجلات الرسمية عبر الموقع الالكتروني المخصص للمشروع والي اطلقتها الهيئة خلال الفترة القليل الماضية بالاضافة لاصحاب الانجازات في المجال الشبابي يعني راحي قطي الانجازات الرياضية والشبابية نعم دكتور كيف هي طريقة المشاركة في بنك الذهب وايضا ما هي الفئة المستهدفة؟ وبالنسبة لطريقة المشاركة في بنك الذهب فانا يعني بدانا على توجيه سيد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نالهيئة العاملة الرياضة اطلقت موقع الالكتروني خاص ببنك الذهب ومن خلاله يمكن التسجيل بدانا على المعايير الرياضية والشبابية الموضحة في الموقع أما أن الله يسلمك الفئات المستهدفة يعني بنك الذهب كما أسلفنا يستهدف الرياضيين والشباب لمختلف التخصصات من أصحاب الانجازات الذهبية وانتمنى إن شاء الله من الجميع المبادرة في تسجيل انجازاتهم لأنه يساهم في توثيق وحفظ وحققهم من أجل الوطن ونقله إن شاء الله للأجيال القادمة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر رئيس التنفيذي للهيئة العامة لرياضة شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الرحمن صادق عقم الدكتور عبد الرحمن صادق عبر ر follows اشتركوا في القناة